دكتور انا عايزة قطعك معلش انا انا اسفح هاراك بتقول بيبقى السن شكله ارفع الانيميا مرتبطة بالوزن ولا مرتبطة بجودة الاكل ماهو ممكن يكون لا احنا بنتكلم بنتكلم في فنوطة وزنه مليان ولكن يكون انامك لانه انا بتكلم على النمو يعني هو لسه شكله صغنن شكله طفل بينما زميله طلال وشنابه صوته طخنه بقى كبير وبدأ جسمه يفرد ويتول ويعرض لسه شكله طفل وصوته حتى طفل ورفيع فالحاجات دي لو اهتمينا بيها بالزادة في الحاملة الرئاسية دي الناس اللي عندها انيميات البحر متوسط في الصعيد ومش عارفين ولين ده عندهم زواج الاقارب لحد ما منتشر شوية فنسب يعني بتلاقي عائلات كاملة فيها المرض وهم مش عارفين لما بنكتشف ده بدري بنوجه له العلاج نحافظ على نسبة مجلوبين معينة للطفل ده بحيث ينمو وامارات النمو وعلمات النمو بتاعته بتحصل بشكل متقارب لأقرانه فالطفل حتى ينشأ نفسيا ما عندهوش مشكلة من الناحية دي وده طبعا فيه جزء منه بقى بالتغذية فيه جزء بالعلاج فيه جزء بالتوجيه للعلاج النفسي كمان للطفل انه نقول له انت ما عندكش حاجة وهتكبر وهتبقى كويس لكن لو تسعب على سن 12-13 سنة ساعتها هتبقى فيه مشكلة هيبقى صعب ان احنا نعوض ده بعد كترة